أنا لم أذهب مع ستيل جو لعبت كل طرف ستيل جو متع المنتخب اليوم أرضية الميدان ما خلتنا نلعبه تعادينا نلعبه في الجولانج نذهب للكورة معنا جيت بيلانتي عقس المجرية التاع اللعب على الغالب إن شاء الله نزيد ونحصل إن شاء الله نختمع الروايح نحن عنا ماتش 3 أمورتون كونتر الزير إن شاء الله عنا كان الفيكتوار إن شاء الله ونقدموا مردود بها إن شاء الله التبريرات هذي هي اللي مش بها يا أيمن راوك تبدو ملعبتوش بالقدامة تبداش تلوج على أي مبرر تبدأ تحكي به شنية الميدان والميدان يخيج الطيران عليكم انتوما ومش عليهم هما بلكش هما هاوك يلعبو هما أهلا يزعى الطيران معانتوما حتى مشكلة باسيوا في الكورة ما بيناتو اللي قلقني في الجوالات التوانسة العقلية هذية أخويا ملعبتش بالقدامة قول ملعبتش بالقدامة تبداش تلوج على مبرر مهوش موجود من أصله وبعد الأول الأكبر من هذية يقول لك جيت بيلانتي عكس مجريات اللعب كلي انتو وقتها كنت مسيطر وهو جابلك بيلانتي ملحيت تيما كنت عطيتو بيلانتي كادو وهو مضغط عليه كل فرص الكلها عنده خذلك كدو زيان ميتون نعديوه اليوم الكيب ناشونال لا علاقة بالواقع واكثر حاجة ميتة جملة هي من المفروض اقوى حاجة عنه المليو التيران دجال ما رفيت قلتو لكم المليو ما خافوش عليه حتى في غياب سخيري هما اليوم ظهر وانه في غياب سخيري للمليو فيه مشكلة كبيرة لعدوني مش في نهارو واضح وانه تعب من عرش من الفين السيزان من نهاية الموسم حنا باع الوقف بورطان عنده مدة مرتاحة يعني من اللي كمل من اللي كملوا بالرمضان نعاشي خامن في البطولة وهذا كان يؤثر على الاتاكم بعد وقت اللي انت المليو متاعك ميت بشتوالي ثم فراغ ما بين الاتاك والديفانس بشتوالي تلعب اكيد على الكورة الطوال دونك مكشفش تلقى روحك جملة مع كونديسيون فيزيك متاع غيني الاستيوائي قوي ياسر مع هما حاضرين وعندهم وعندهم بريمو ما يخسروش باش يتعدى ويضنوا التأهل متاحهم يحب يفكلك المرتبال لا وماخذ عليك انا صندوق كونك تاريخين مربحت وكان مره برك اه خلنا نسمعوا على مستوى الكونكريتزاسيون عكس المباريات الأخرى نخلقوا بعض الفرص باش نكتسبوا منهم باش نكتسبوا منهم خبرة باش نكتسبوا من المرتبال في قديش من غلطة عملوها الديفونسيرات قديش من غلطة وسترربي قديش من مرة يبدأ حسنا وشيء الفاسد بيلانتين كل واحد معل على صاحب وشي اخو الكورة ووجاهم مغادى لاتقام طرينيها الاستوائيه وتخال بالكورة والحكاية هي تكررت بليجر فوق في الماشة الهين مشي الديفونس بالجدير كل واحد معل على اخر تشعر كيف اليوم لم يكن لديك انجو فقط اللي هو ثم انجو بالمفروض ما يزمكش تخسر بالمفروض يزمك اصلا تربح بش تحافظ على نقاط متاعك في الكلاسمان فيفا بش تستحق لون هار اخر حط في بالك اللي انت بعد بتجي قرعه متاعك يصل العالم ويزمك تقعد ديما في مقدمة الترتيب متاع الفيفا ويزيد ويزيد يتعلل بالجوارات جدد للي انا ريت المشكلة ماش في جوارات جدد وحكي على البلوز كما حكي عليها ايمن دحمان البلوز مرة اخرى اكد البلوز عمره ما يبرر لعبة ذاكة وحتى هم عندهم ملاعبين محترفين مهمش قاعدين يلعبوا في غينيا ويلعبوا في اوروبا كما اغلب الملاعبية متاعنا مهمش مستلسين بالبلوزة ذاكة كيفك يشبيه هو نجم يلعب وانتي ما تنجمش تلعب في البلوزة ذاكة لغة البلوز باللهي نحا معاش تحكي لي علاها قولي التحذير النفساني الماتش ما كانش بالقداع على خاطر في العقل الباطن متاعهم في داخليتهم حاطين وانو ماتش عبارة على ماتش ودي نسمعك واللهي كنت تحكي هكاية برجولية نسمعك هما جي تحكي لي على تعطيني السبلة هذي والسبلة الاخرى هذي العقلية بيز من النحا هاجم قولي برجولية راو ماتش ما فيه شانج ما نحبش ندخل فيديو كونتاكت كبار ما مهمنيش الماتش اوكي هكاية داكورت اما المشكلة وانو هو تخل بشي حافظ على التعادل هذيك الاشكال الكبير انا اللي ريتو اليوم ماشي بش الطريقة اللي علعباها بشي جيب النهيل ما لعبتش 30 ستونس جملة ما وينهم الفرص عطيني فرص كبيرة عملتها تونس ما عملت شاي يعني في المليو والأتاك ما فهم شاي فريمان ماتش للنسيان انا بصراحة ماتش للنسيان للمنتخب ما نعرفش هل عندهم تأثير هذا الكل هل تعب هل تعب البدني كان مؤثر للدرجة ذيك ما نعرفش مش تدخل العقلية لنهزمية الفريق ما كانش يراهو بش ينحدر اذا مش تدخل عقلية لنهزمية الفريق ماتش ودي ماتش رسمي ماتش من غير انجو يلزمك ديما تدخل تلعب بش تربح مش تقعد ديما عندك العقلية الانتصارية وان شاء الله في المستقبل يورونا وجه مشرف خير من اللي ريناها اليوم ألعب واخسر مايش مشكلة قلناها ديما نقولوها مش مشكلة تربح واخسارة راه قلتلي قدمت ماتش ويت قبل باهين وخسرت مالومنا هاش وقلنا برافول للولاد اما تلعب بالمستوى هذي حتى كان ربحة اليوم راه واه الكلام هو بيدو بش نقولوه يعني القضية قضية وانك تلعب لي بالقدار توريلي وجه مشرف ذاك دابار والنتيجة انسويت اكا هواي ان شاء الله الماتش الجاي على اقل يكون خير من الماتش هذي وذي خلنا نسوه ونحطوه في اللوبليات قبل ان شاء الله بعد وان شاء الله بركة عديونا ترح باب شهزونا الموران شوي الى اللقاء